اشتركوا في القناة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وبما يشهد التعاون الثنائي والعمل المشترك الوطيد من نمو وتطور مستمر في مختلف الجوانب المالية والمصرفية والاقتصادية والاستثمارية ولا سيما أن المملكتين تحضيان بمكانة متميزة في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية العالمية ودوها جلالة الملك المعظم بالدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات الحيوية بما يحقق المنفعة المتبادلة مشيرا جلالته إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمملكة المتحدة مؤخرا والتي تسهم في تطوير مسارات التعاون البحريني البريطاني وأكد جلالته استمرار المملكة في دعم المناخ الاستثماري وتقديم كل التسهيلات والإمكانيات للمستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وتوفير المقاومات التشريعية والبنية التحتية المتقدمة لضمان نجاح الاستثمارات بما يعز موقع البحرين كمركز هام على خارطة المال والاقتصاد العالمية ومن جانبه عربا عمدة الحي المالي لمدينة لندن عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حرص جلالته واهتمامه بتطوير مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع بلاده بما يعزز علاقات الشراكة الوثيقة بين المملكتين ترجمة نانسي قنقر